صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. ندخل على طول على القراءة بتاعتك. على طول كده على طول. اه الحالة العامة بتاعتك ايه سيدي يا برج العقرب? اه. اعتقد ان انت الان في وضعك الصحيح يعني. يعني انت دلوقتي اه واخد مركزك قوي مهتم بنفسك بنجاحاتك بمشروعاتك. ممكن تكون بادئ اه مشروع جديد او كمان اه يعني متواصل مع ذاتك قوي قوي يعني اذا انت متواصل مع ذاتك قوي اه او عارف قيمة ذاتك. او عرفت قيمة ذاتك كمان. ممكن تكون انت الان يعني الحالة العاطفية اه ممكن يكون ان انت يعني معروض عليك علاقة او داخل علاقة جديدة وممكن ولكن ما زلت لسه في اه يعني بتفكر ادخل مدخلش طب اجرب مجربش حاجة كده من من الانواع دي. لكن انت حاليا في حالتك العاطفية انت مستقر جدا. حتى بدون اه يعني شخص اخر او بدون شريك فانت مستقر في حالتك العاطفية. طيب نشوف الشريك ايه? مش بقولك انت مستقر. طيب مبدئيا كده يا برج العقرب. اه بتتعمل مع حد برج هوائي يعني مبدئيا كده ممكن او طور او مين تاني طور اي تاني. طور اه او برج مائي برضو. لكن هوائي شوية طب على الهوائي. طيب مشاعر الشريك ايه? اه بيفكر بعقله قويا. ما يكون الكوينة في المشاعر معناها ان شخص ده خاليا بيفكر بعقله اكتر من قبل. وبيحسب الامور جدا يعني بيحسبها جدا. رايح جاي فين? بيعمل ايه? بنهب بايه? حاجة زي كده يعني. عايز اشوف اكتاب الكارت ده عشان ما تكونش مرضو ايه? اظلمه واسع انا اقولك نيته مش حلو ولا حاجة? ده انت بتتعامل مع حد هباية ايه? الشخص ده عايز آآ يرجع لك تاني لو انت شخص بقى يبقى انت بقى يبقى ايه? يبقى ده حد قديم وانت استقليت بزاتك بعيدة عن هذا الشخص والشخص ده عايز يرجع تاني. وعايز يرجع كمان رجع سريع يعني مش مش هزار يعني. وممكن يكون هو اكتشف حقيقة مشاعره انه بيحبك. يعني ممكن يكون هو شخص ده هو اللي نهى العلاقة. تمام كده? ولكن الان اكتشف انه بيحبك. وعايز يرجع. بكل بساطة كده. لان كمان هنا عندي معناها الحقيقة كمان والشجاعة. فهو شخص ممكن يكون شجاعة او اندفاعي برضو. مع تحمل المعنى. ولكن هو اه اكتشف اه في حقيقة المشاعر بان اللي عمله ده ما كانش صح مسلا. انه هو ما كان يتعمل معك بطريقة دي او حتى ينهي العلاقة. وعايز ياخد تاني الجرأة بتاعتنا. الجرأة. الجرأة بتاعت ان هو يرجع تاني يتكلم معاك او يلحقت. وعايز يلحقت. لان انت بصت انت شايف نفسك قوي. انت متنك قوي. يشايف نفسك كده ومراخيرك فوق. وبتقوله انت مين انا ما عرفكش. انا ما كنتش معك قبل كده. فانت حاليا يعني بعيد عن هذا الشخص. وشخص ده عايز يجيلك تاني. عايز يلحقك تاني. ويلحق الاعداء الجميل اللي كان اعيدها معك. والكوين او سوردز اه معناها الحقيقة. يعني هو كمان مش مش بيجدب يعني. لا ده هو الحقيقة فعلا ان هو بيحبك يعني. او ما كانش يا صاح ان هما ان هو يعمل كده او يسيب العلاقة. طيب. هو شايفك ازاي بقى نظرته بيك في الشهر بقى. شايفك ان انت قفلت. خلاص. اعتقد كل ابراج المائية قفلت خلاص كده. ده حتى تالت قراءة هو ودي قفلت. انت قفلت خلاص. مش عايزه بتاني في حقيقتك لانه لانه هو شايفك. وهو ما استنتجش ده من نفسه. هو استنتجه من هنا. اه انت استقريت. انت ممكن تكون ارتبط. مش عارفة بقى. حال ممكن تكون انت ارتبطت مرة اخرى. الله اعلم. لان انا عندي هنا ده وفنت. انت ممكن تكون اتجوزت مسلا. او كتبت كتابك. او تخطبت. الله اعلم. حاجة من اله هو هو عايز ما يكون عايز يقول لك اه بص هو ثانية واحدة. عايز يقول لك هو ايه اللي انت عملته ده. بص هو رفع ديها وبتقول لك ايه اللي انت عملته ده? انت روح ترتبط بعد ما احنا سبنا بعض ايه ده? يعني ايه اللي انت عملته ده? انت تسيبتني ليه? او انت انت فعلا عملت حاجة جزرية في حياتك. ده مع هارفة انت ده زي ما تكون اتجوزت مرة واحدة. يعني انت مسلا سايبين بعض بقلكو شهر واحدة مكتوب كتابك بعدها بشهرين. فازاي يعني? هو مستغرب. فزي ما يكون شايفك ان انت خلاص. قفلت القص من عندك. وبدأت الحياة الجديدة اللي انت كنت بتتمنىها بقى لان انا شايفك مبسوط. انت بدأ حياة جديدة ومبسوط بس مش حاسة ان انت ارتبط لان او ارتبط ومبسوطك بالشخص اللي معاك. لان اللي انا نقف بقى انت كالسي دي واحدة يعني عندها كل حاجة. فاعتقد ان ان انت حاليا عندك كل حاجة. عندك الحب. عندك الفلوس. عندك كل حاجة. فبدأت الحياة يعني اللي انت كنت عايزها. لو كنت ارتبطت او داخل علاقة جديدة. ونوي تكمل يعني. هو شايفك انت قفلت خلاص من ناحيته ومش مش هينفع يرجع تاقي. ده لدمان قوي. اهو. اهو. شايف ان انت دخلت في علاقة. ايوة شايف ان انت دخلت في علاقة. وشاعر بأسف شديد وندم شديد يعني تجاهك بشع يعني. بيقول ايه اللي انا عملته في نفس ده. وشايفك كمان ان انت مش طيقه. بص مدي دهرك ومش عايز تشوفه تاني. وقافل من ناحيته خالص. ومش عايز تاني في حياتك. وان انت فعلا استقلت بحياتك ومش عايز تاني في حياتك وشكرا وجزاك الله الف خير يعني. على اللي انت عملته. فخلاص يعني هو في في آآ في مرحلة انا مش مصدق. ان انت فعلا مشيت يوجد العرب خلاص. العلاقة بيننا تقطعت بالفعل. مش هيبقى فيه اي تواصل تاني بيني وبين برج العرب. حاجة انت ممكن تكون عملت له بلوك. عشان كده هو عايز يقولك ايه ده? ايه ده اللي انت عملته ده? انت عملته بلوك بجد? انت بجد قطعت التواصل? انت بجد فعلا مش عايزني? ده ده مش حقيقة بقى? ده مش كده باص ده. ده حقيقة? طب هو ايه اللي بيحصل في حياته? حاليا. هو زي ما يكون بيمر بكرمة. اه فيه كرمة عنده اه هو حاليا اه تعبان على فكرة. بيمر هزا الشخص بكرمة او نوع من انواع التغيير. عنده تغيير في حياته بيحصل. ممكن يكون مسافر او هيسافر او هيروح لعمل جديد. حاجة زي كده. الشخص ده مش عايز اقول ان انتم مفصلين بس هذا الشخص بيمر في حياته بالفعل اعتقد بنقلة. او ممكن يكون فقد وظيفة. مش عارفة حسك كده مش مش عارفة ليه حسن حسن انه فقد الوظيفة بتاعته وماشي بقى ومسافر وراح يشوف شغله في حتة تانية. يعني ممكن يكون في بينك وكان خلافات على الزواج. عشان كده انت تجوزت. او اتخطبت. الشخص ده اه كان فيه وقود ما بينكم مسلا يخطبت مسلا مسلا يعف شهر سبعة وما جاش. فقمت انت اقول ليه مسلا خلاص. انا مش عايزك? انا اتجوزت. او انا خلاص لقيت الحياة اللي انا عايزها. فهو حاليا اه هو بالفعل العلاقة انتهت. انا يعني مش عارفة يعني اترجمها ازاي ولكن العلاقة بالفعل انتهت واقول لكم ليه بقى? لان هو في حياته عند ه شيء انتهى. عنده رحيل. عنده خلاص يعني هو بينقل تغيير. يعني مسلا لما يكون مرتبطة بشخص ويرحل عني تماما بقى ما فيش فجوع تاني بيبقى بيبقى العلاقة خلاص يعني العجلة اتقفلت خلاص. فهو اه بيمر بكرمة او بيمر بعلاقة في حالي. خلاص خلصت هذي علاقة انتهت. عشان كده هو شاعر بان انت خلاص. شكرا انا اخترت غيرك. اخترت شخص تاني اخترت شخص او 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 شايفك ان انت كنت اه اعتقد ان فعلا ان هذا الشخص كان اه في حد متقدملك او حد في اه انت قلت له مسلا انا هتكيت تقدمني ولا لا عشان في ناس متقدمي لي وهو مجاش او قال لك لا مش هينفع تقدم دلوقتي انا شخص بسافر او باشتغل في مكان تاني او حاجة من هزي القبيل يعني وشايفك ان انت اخترت شخص اخر كنت محتارة واخترتي خلاص انا اخترت الشخص الاخر اهو وانا مبسوطة بس انتو مبسوطين يعني مش اللي هو بتكيده بي لا انتو مبسوطين انتو خلط افدتوا العلاقة علاقة راحت لحالة انتو مبسوطين يعني اخلاص فالعلاقة فعلا انتهت يعني وهي مشاعره آآ هو مش مشاعر يعني مش بالدقة اللي انا عايز اولا هي مش مشاعره هو هو عايز استفهم بس يعرف هو انتو فعلا نستو بس انا مش فاهمة ما واحدة اتجاوزت او اتغطبت لحد التاني ما انا كنا منسيتك يعني مركز معايا ولا مركز فيه يعني حاجة زي كده طب هو عايز يامل ايه نيتو ايه هو نيتو غريبة قوي نيتو البشوف كابس والبيجوفوند ده النواية صغيرة قوي شنية كبيرة يعني هو عايز آآ يكلمك تاني وتبقى فيه علاقة تاني يعني يبقى فيه علاقة ولكن علاقة خفيفة يعني يعني ما يكونش فيه قطع كده ما نقطعش مع بعض ما يبقاش فيه قطع ما بيننا احنا اللي اتنين ولكن ده مقلقني شوية ممكن يكونش مقلقني بقى آآ هو يعني عايزك وترجع وتتكلم مع داني حتى لو كلام آآ صحاب يعني علاقل يعني انت خلصت اتخطبت او انت اتجوزت او خطبت آآ بس على قل يا اخي يعني بقى فيه صداقة يعني علاقل بقى ما حب اتكلم معاك قابد اتكلم معاك ما تقطعش معي القطع دي يعني ما ما تجرحش قوي كده. حليما نشوف هنا. هو هو مستقر برضو يعني. ده هو زعلان على فكرة. هو زعلان على العلاقة دي. زعلان على هزي العلاقة.